جماعة دلفينق يجويني بسم الله بسم الله السلام عليكم ورحمة الله بركاته معكم يوسف وبخلود من قناة اليوم متواجدينين ب Obs ? في مدينة جدة وبالتحديد في فقية اكواريوم اليوم عندنا زيارة الاكبر اكواريوم موجود في السعودية شي انا و يوسف ما كنا ندري عنه فيوم شفنا ام فق مخنا شلون هذا الشي موجود في السعودية ولا رحنالك زي ما قال لكم bخلود ان هذا اكبر اكواريوم موجود في السعودية رح ناخذ فيكم جولة بالمكان اجSماك الرؤون نحاول بإذن الله أن أنا وبخلود نسبح مع الدلافين ونسبح مع البطاريق لكن القرش يا جماعة راح يكون بالختمة لأن القرش يختم الحالة طيب هنا وصلنا فقيه أكواريوم ما شاء الله يا جماعة أنا مستعد أم سهران قاعد أتعلم لغة الدلافين أول ما أشوف دلويني اليوم وصلنا للوكيشن أول شي راح نوريكم إياه اللي هو الأكواريوم راح تدخلون معنا وبتشوفون إيش الأشياء الموجودة وإيش أنواع السمك اللي موجودة في جدة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو السمك كله يبين عندك شوفوا زي اذاك السمك وبرضو الشي مرة حلو ان جنب كل حوض في الشرح هنا بموجود زي هذا السمك اللي شبناه مكتوب انك موجود في جزيرة تاروت في الخليج العربي طبعا المكان ما يخلص من تدخل من حوض وتلاقي حوض ثاني اكبر منه فكل شوي راح تشوف انواع مختلفة من السمك زي هذا السمك الحلو الأصفر سبحان الله السمكة ذي ركز في شكلها شكلها كأنها عن قيشة المنجة طبعا زي ما قلت لكم تدخل من هراك من حوض من الاكواري والاكواري من حوض الى حوض الى انواع سمك مختلفة حتى الماء اللي داخل الاحواض مختلف مو كل الماء اللي داخل نفس الشي يعني لو هذي السمكة عايشة في المحيط الهندي بجولها بحر او ماي من المحيط الهندي يا ربع هذ مدام نفيخة بأم عيني ها هذي اه هذي اه هذي اتاكت يا رب ان اتاكت طيق امسكنا مثكني مايتغير شيء هاذ بالنسب لنا اقوى شيء موجود هنا في الاكواريوم كمسبح قي substit Sofia هاده الممر طب شيف الكشفو؟ و الله شب Stein حين بتاني تم قروج و لكن هذا الحجمه الصغير و الله الممر و و الله شnap شاo شاي شاي يسل الحمار شب صل الحمار هها باذن الله بالمker والله كريبة مني بإذن الله بالمستقبل نسبح مع السلحفاء مش طبيعي الشعور بدون ما تروس بس تمشي وتشوف القرش جنبك تشوف السلحفاء جنبك تشوف الأشناع دين كلها جنبك واوو حجم السمك هذا جميل هل يسمونها التنظف أو لماذا؟ لا ليس لتنظف هذه اللخمة خطرة أو عادي؟ أكيد خطرة هذه عندها شوكا أكثر شي متحمس له الفطاريق والدلافين يا ربع شوفوا دوري دوري اللي معانيموا أول مرة شوفها الحقيقة عرفتوا هذه والله مكذب عليك النجاسة دور الحظ مالكتش أشوف تلعت هذه تلعت هذه السمكة تخيل كيف شكلها تليدها؟ هذه أخطر سمكة موجودة هنا والله شو تسوي طيب؟ هذه السمكة تقدر تتبع إنسان في خمس دقائق أقل من خمس دقائق تخيل وشكلها؟ تريد ما اسمها؟ اسمها السمكة الحجرة سبحان الله شكو السمكة هذه تسوي نفسها عليها عشب ولكن في عندها أبرى سامة الأبرى السامة ممكن تتبع إنسان في أقل من خمس دقائق وهذا اللي يسأل عن نيم وهنا لقينا ارحب 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 ينيم وهذا ربع هنا وووو وصارنا عند البطاريق رح نوريكم أول شي رح نسبح رح ندخل مع البطاريق لا 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 يعني ندخل داخل الحين رح ندخل داخل الراح تسبح مع هذا بيسر خويك ارحب 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 يا البطاريق شوف البطاريق والله كثيرا سبحان الله شوف يا جماعة سبحان الله شوفوا كيف شكله من فوق وشوفوا كيف لما يتحرك داخل أول ما أدخل عند الحب أسوي له كذا على طول عشان ما يشك فيني ولا يعظني اللي بعدها بنشوف القروش هنا موجودين شوف هذا أكبر خوض موجود حق القروش نوع القروش اللي موجود تقريبا كل أنواع القروش موجودة شوف هذا اللي تاكي تحت شوف هذا شوف تخير بسم تاكي طول الوقت تحت وشوف هذا هذا اسمه اللي قلت بخلط نسيت اللخمة اللخمة وشوف القرش هذا ماشا الله حجمه مش طبيعي حجمه كبير شوف شكله شايم ها جاهزين حين نلبس بدلة السباحة المختصة هذه وننزل مع البطاريق والدلافين ويمكن الفقمة ولوكم ما يخافون خلكم على استعداد الفيديو هذا تهوه يبدأ بعد التبديلة ماشا الله ماشا الله طبعا هذا هنا اللبس جاهز أنا بخلط لبسين نفس الشي جاهزين انطلاق لأول شيء ما حصل أنا ما مجرور لكم شكلي أول شيء راح نسوي لاتس جو مو مصدق تاير ويوسف بننزل مع البطاريق مصدقاً شي خرافي في جدة موش في القطب الجنوبي في جدة فخيكوانو بنزل مع البطاريق لاتس جو مرحبا 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 لأن البطاريق ليس لدي أسنان فتفلع السمك و الأكل مرة وقت لازم السمك تمسكوه من الديل لأنه لازم يأكلها من الرأس هم تلات البطاريق انتحت أخذ واحد وانتحت أخذ واحد ورح أكل واحد طبعا طبعا فينا بيستلم بطاريق ويقعد يأكله مستحمسين جاهزين جاهزين هذا حقي يوسف وهذا حقي أنا حيث رح أمسك هذه وبقليها جاهزة أول ما يأتي عند حوض البطاريق شوفوا كيف المكان يلا بسم الله جاي جاي قبل أن تأكلوه من تحديق البطاريق هذا جاهز وينها يبا يلا يصر عطا مخلوس قروشتني أيوه بسم الله يلا عطا أكله أقرب لها شوي ما أكلها بسم الله هالة تبعي يا جماعة شوفوا بسم الله شوفوا كيف أكلها بسم الله أيوه يلا يوذي بسم الله صار خبير صار خبير في تأكيل البطاريق طبيلة واحد أعطيها العافية معنا المدربة سامية أول بكنترول كل شي تحت السيطة أخلا يا سيتكم يا رب يا جماعة يوسف خايف خوف مش طبيعي أيوه يوسف صار ما تخاف بسم الله بسم الله لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تخاف طبعا يوسف خايف طول الوقت أن البطاريق تجبع شويش عاجل ملمج حقا من عند القبطة من عند القبطة يقولي ما شاء الله من عند القبطة يتفاعل يا ما شاء الله من عند القبطة يتفاعل يا ما شاء الله ممسوط أي ممسوط اللي ورائب محليلة مزكين شو سبحان الله كيف أنا بسمع جاهز الهيلة نروح هنا نتخاف الماء وياهم جاهز أنا ودي أطبفوا إياه بسرعة سبحان الله شو بارد 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 يوسف بارد جماعة الماء بارد شوف فوق الجو ممرة بارد بس لما تنزل أتوقع هي درة حراءة يمكن ستة سبعة يا ربا وواه إ Brillat ترك كنا ما سمك سمك يوسف اسم سعر بريده عليك يا الله انزل 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 لا تخاع اربع اشتركوا في القناة 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 كلها لنسبح حسنا ينزل يحب ویآرة روح app بارد اوه لديك اوه واوه اوه اوه تعال تعال انبابا تعال اوه 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 مساء الله و يجب كبير حجم الدولفل هي جked Top водist هنا يعطيها دافئة ضرورة ويعطيها التعليمات تذهب الى الأشياء تطู้ وس Bowl dic برد و رد و رد سبحان الله شون الدلفين يعقى في الملحان دافت أخيرا التحقق الحلم يا رادي سبحان الله شون هذا الكائن الأليف وتدرب كذا بسم الله ما شاء الله ما شاء الله شوفوا زحنيفتها بسم الله شيفون شوفوا كيف تتكلموا ما شاء الله ما شاء الله احيان بخليه يقول لوكو فرنز حطوا لائص دولفين ايه شكرا لقد نخمس كان يريد انه يجب لا احبا ا Lawrence جمع مدا نحن سوف نخمس نعطي نخمس دولفين مرحباً تقريباً يوسف يعطيها أول سمكة باقة يوسف نعم التجربة هذي زي ما قال لكم بخلود انها لحد الحين مش متوفرة عشان ظروف كورونا لكن بإدن الله راح ترجع ويقدر أي واحد يقدر يجرب هذه التجربة في فقيه أكواريوم وصل يا جماع الأكل هنا طبعاً هذا طبق هذا طبق بخلود شرم مع قطعة سلمون وهنا ماش بوتيتو طبعاً يوم متعب هذا كل اللي تحتاج أنا ما طلبت ربيان طلبت السلمون وطلبت الماش بوتيتو البطاطا المهروسة كل هذه الأشياء اللي شفتوها موجودة في فقيه أكواريوم تجربتنا اليوم متكاملة كانت من السباحة شفنا الأسماء والحين وجبة الغداء وبناخد تور خفيف قبل ما نمشي ونقتل بديو هذه الكاروت كيك اللي هي كيكة الجزر وهذه الشوكولت لابا والحين كان جيداً شكراً شكراً كنا داخل والحين طلعنا على الجلسة الخارجية شوفوا الإطلالة على البحر وانت تغدى تخيل ان تتكي في هذه المقاعد أنا بالنسبة لي هذه أحلى جلسة موجودة هنا خارجية تبع المطعم شوفوا إطلالتها كيف من يمين ويسار وكلها مطلة على البحر الأحمر شي مرة خرافي وأنا عن نفسي عجبتني هذه الجلسة أحس إنها ماخدة أكثر خصوصية وبالإضافة شوفوا المكيفين الموجدين ما تقدروا تقول إن الجو رطوبة أو حر تقدر تجلس فيها طيب إليه هنا وصلنا نهاية الفيديو يعطيكم العافية على المشاهدة شكر خاص حق شركة فقيه للترفية لإستضافتهم لنا بفقيه أكواريوم تعاونوا معنا عشان تشوفوا الفيديو الجميل هذا والتجارب المتنوعة زي ما شفتوا فقيه أكواريوم وجهة سياحية رقم واحد في جدة سواء كنت من أهل جدة أو زائر للمملكة فننصحك إنك تزور فقيه أكواريوم وتعيش التجربة هذه اللي عشناها وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسونا تحطون اللايك وتسوون شير وتفعلون جرس التنبيهات ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي والله العظيم من دخلنا أنا ويوسف ما شفنا قرطاس واحد طايح في الأرض وهذا الشي مريح نفسيا ويدل على الاهتمام الكبير بالنظافة شكرا